بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة على الكينولين الكالايد حاجة شرط لكشور الكينولين عبارة عن حلقة بنزين وفيوس دي مع حلقة بريدين الترقيم عندي يبدأ بالنيتروجينا روح الى الرينج التانية بعد كده يجيب تسعة وعشرة يبقى اللي هي فيها نمر تسعة وعشرة هي فيهم الفيوجن يعني بيمثلها عندي النهاردة سينكونة الكالايدز المثال الرئيسي عندي سينكونة الكالايدز فبنقول عندي تقريبا اكتر من خمسة وعشرين الكالايد مفصولين ومتعرفين من نبتة السينكونة اللي هي الكينة اشر الكينة سينكونة كالساية سينكونة اللي هي الييلو سينكونة والسينكونة ساكسر يبرى اللي هي الريد سينكونة الريد سينكونة and other species and hybrids of سينكونة family روبيشي الاثر hybrids الهاجين او الهجن الاخرى من سينكونة family روبيشي العيلة بتاعت الاهوة الفاميلي اللي موجود منها الاهوة غالبا في البارينكيما البارينكيميتا ستيشو بتاعت البارك اشر الشجرة هي شجرة كبيرة معمرة القلف او الاشر بتاع الشجرة البارينكيما اللي فيها هي اللي بتحتوي على المادة الفعالة بتاعت او الالكالويد الالكالويد دولة تقولنا غالبا موجودين ياما فيه ياما مع مع اه واشهر هنا عندي في هزيه النبتة او في السينكونة ضربنا به المثال في المقدمة قلنا اللي هو جاي من الشيكيميك اسد شكل الشيكيميك اسد لو تترا هايدرو هايدرو بنزوج اسد اللي هو الشيكيميك اسد اللي اللي هو الشيكيميك اسد او فيه عندي بيبقى فاية تنين فاية تنين ففيه تنك اسد خصيصا بها اسمه سينكوتانيك اسد هذا السينكوتانيك اسد بيمسك مع النيتروجينا اللي موجودة في الالكالويد وبيديني السولت بتاعي اما كوينيك اسد سولت او سينكوتانيك اسد سولت بنقول بنقول اه وان تو سري فور في التوقيم في حالة السينكونا التسعة والعشرة اللي هنا شالهم شالهم فالتسمية دي سبيشل للسينكونا او لهذه الكلاس من الالكالويد مسك يرقم لي حلقة الكينولين واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بعد كده خرج برة جابها تسعة جابها تسعة يبقى عندي اربعة مثايل كينولين اربعة مثايل كينولين اربعة مثايل كينولين عشان كده فيه تسميات اخرى مش لازم تتسمى تترقم بنفس الترقيم اللي احنا رقبناه قبل كده التسعة والعشرة تبقى الصيد هنا لأ عملوا تسمية تانية وادي الاقصر واقعية وهي اللي هي دايما الرينج دي الاول ويسيب الفاصل ده وعد كده الرينج التانية بعد كده يجي الكربون اللي على الفاصل دي تنسب للقبلها تنسب للقبلها وبعد كده ديت برضو تنسب للقبلها يبقى دي ممكن تبقى اربعة داش ودي ممكن تبقى تمانية داش نرجع تاني نشوف القصة ماشي ازاي التفاصيل الاكتر عندي فور فور كينولين ادي شابك مع ايه مع فور ar شابك مع المثلين جروب دي شبكة في حاجة او المسSeele جروب دي شبكة في جروب تانية او تانية تانية اللي هي عبار كينو كيلدين كينو كيلدين رينج باسمها كينو كليدين رنج ايه الرنج دي رنج تقريبا ننبص كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نبص نبص على كده ادي واحد اتنين تلاتة الشكلات دي طيب بعد نرجع من عدة تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة برضو يبقى اتنين بريدين رينج شبكين في بعض او معنى اخر ممكن اقول ان هي عندي بريدج ما بين النيتروجينا واربعة في اه بريدين رينج لو بريدين رينج كبيرة هي بريدين رينج اتشوف بتاعها هيسهلها لنا بعد كده اللي عندي الرينج دي بريدين رينج بريدين رينج وفيها لينج ما بين النيتروجين واربعة بوزش. الا اسمها كينوكليدين رينج. كينوكليدين رينج. كينوكليدين رينج.九وكليدين رينج. قالوا السيكل دا على بعض هو روبين روبين روبين. روبين OK. نسبة يبقى روبان عشان ما فيش فيه فانكشن جروب اكتر من النيترجين كاربون وهجين ونيترجين فيه اتنين نيترجين هنا ونيترجين هنا فيه اتنين نيترجين اسمه روبان روبان سكيلتون يبقى الروبان سكيلتون بيتكون من ايه بعد كده اللي هي كانت ميثايل هنا شبكت فيه الكينو كيلدين رينج الروبان هذا الروبان هذا الروبان الكربونة ده هي الكربونة نمرة 9 دي الكربونة نمرة 9 دي الكربون نمبر 9 الكربون نمبر 9 بيبقى عليها او اتش بيحصلها هايدروكسيليشا فبالتالي بتصبح اسيمتريك كربون بتصبح اسيمتريك كربون يبقى قادية فيها اتش في او اتش ديت فانكشن جروب مختلفة فاصبحت دي اسيمتريك كربون هنا ناسبها بقى للصيدة شين خد الكينولين لوحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية دولة الكينولين اه بدأ هو التسمية من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وعملها تسعة فهي ملخبطة انا مش عايز الحفظ ده بداش نحفظه بالكلام ده مش عايزين الكلام ده نعرف ان دي تسعة وبقية الحاجات ديت واحد لاربعة خمسة ستة سبعة تمانية كفاية علينا ولا داشات ولا الكلام ده كله يكفينا قوي ان طريقة طريقة الترقيم من هنا وبتكمل من هنا وبعدين دي نمرة تسعة ودي على بعضها كده كينوكليدين رينج اللي هي عبارة عن بيبريدين رينج وفيها بريدج ما بين النيترجينة والكاربون نمبر فور والكاربون نمبر فور يبقى البيزيك سكيلاتون هو تسعة روبانول اللي هو دريباتيف من الروبان السينكونة نبتة الكينة اللي هي فتحة للشاهية فتحة للشاهية طعمها مر وفتحة للشاهية ده الاستعمال الشعبي فيها كينين وكيندين كوينين وكويندين بالعرب نقول كوينين وكويندين كوينين وكويندين كوينين وكويندين وزي ما احنا شايفين واخدناها في المقدمة وان واحد ليفو وواحد ديكسترو والتنين لهم فاعلية احنا قلنا لاتشور بوedeكس بتقنية جميعresent معظم ليفو هو اكتر وهو اللي بيبقى فعال ودكستور اللي لا يعقى لكن هنا عندي في الحالة دي الليفو ايزمر اكتف والديكسترو ايزمر اكتف برضو عندي اتنين ايزمر تاني سمهم سينكونيدين وسينكونين سينكونيدين وسينكونينين نجي نبص على الستراكشور بتاعنا ادي الكنين نخلينا في الكنين والكوينيدين نخلينا في اللي فوق الكنين والكوينيدين الار هنا ميزوكسي يبقى وتبوزيشن نمرة ستة في الكنولين رينج عليه مزوكسي جروب مزوكسي جروب بيبقى الكنين او كوندين الكنين والكوندين اخوات 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 الكنين والكوندين اخوات الكنين والكوندين اخوات فيهم فيهم في هزا البوزيشن في بوزيشن ستة الفرق ما بين الكونين والكوندين ايه الستيريو كامستر بتاعة نمبر تسعة هنا واحدة بيتا والتاري الفة. واحدة بيتا والتاني الفة. عشان كده دا ليفو دا دكسترو. دية لفوق ودية لتحت. دية لتحت. تيبكال روبانول 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 رينج سيسنم. زيد عليه ايه بقى هنا المثيلين ده هي اللي هي عندي الجروب ديت زيادة بهذا الشكل هنا وتقريبا هو نفس نفس النيوكلوس بتاعي اجا بص على السينكونين والسينكونيدين لا ده السينكونيدين والسينكونين ما فيش هنا الار اتش برضو الار هنا اتش انما الفرق فيهم ايه ان برضو هنا واحد الفا واحد بتا من غير من غير الميزوكسي جروب يبقى السينكونين والسينكونيدين ما فيش فيهم الميزوكسي جروب وهم الايزوميرز الاخر زي الكونين والكونيدين زي الكونين والكونيدين يبقى لو جيت بص على بالتفصيل بتاعي. ادي الاربعة ميسايل. ودي الكينوكوليدين نيوكلوس. الكينوكوليدين ميوكلوس. وعندي اللي هي تترسم كده او تترسم كده. السهلة علينا اهو. السهلة اهو. انما هي في الحقيقة واخد استيريو. واخد استيريو. لها بلين. لها اكتر من بلين. عاملة زي بريتش. عاملة بريتش من برة كده. فانا هرسمها كده هرسمها كده. اللي يريحني سواء كده سواء كده. بنقول ان كل اتنين من دول استيريو ايزمرز. يبقى دولة استيريو ايزمرز. ودولة استيريو ايزمرز. اتنين يبقى عندي الكنين والكينوكوليدين استيريو ايزمرز. سينكونين وسينكونودين استيريو ايزمرز. استيريو ايزمرز. استيريو ايزمرز. استيريو ايزمرز. استيريو ايزمرز. استيريو ايزمرز. الاستيريو ايزمرز ربارة عن ايه? موليكول. له نفس الموليكولر formula ونفس ترتيب البنز بتزبط تقريبا نفس التركيب ونفس البناية لكن الاختلاف في السري دي بتاعه الorientation واحدة فوق واحدة تحت واحدة السري دي بتاعه السري داي منشن بتاعه هو اللي مختلف طيب السنكونة بنقول فيها تمانية الكالويدز اربعة بير اه الفولينج في اتنين configuration اللي بيهمني اللي احنا هنذكرهم دول الكنين والكندين والسنكونين والسنكوندين السنكونين الكنين والسنكوندين ها الاثنين ليفو الاثنين ليفو الاثنين ليفو ويشار اليهم بالار اللي هي عندي هنا دي بتا اللي هي دي بتا صولد اللي هي البند هنا بتا او صولد صولد اه بعد كده الحدوتة التانية الكنين بيفرق ان فيه او مزوكسي هنا والتاني مفيش فيه السينكونيدين مفيش فيه هنا. الثريو فورم الثريو كونفوجيوريشن الثريو اللي هو بيشار اليه بالاس بيشار اليه بالاس ها اللي هو الكيني الكينيدين الكوينيدين والسينكونين هتلاقي لهية معكوسة نلاقي دية ال او اتش هنا منقطة ضطن بس الفرق عندي دي ان دي مقاطة يعني هي او او فى مستوى تاني وطبعا الصيدة تشين دي موجودة اللي هي الاثلين جروب الاثلين جروب. بنقول الكونين والكوندين والسينكونين والسينكونين بنسميهم دايستيريو ايزمر ده استيريو ايزمر وده استيريو نسميهم دايستيريو ايزمر. اتش بير بفير انستيريو كيميسري في السي تمانية والسي تسعة. بيختلفوا بس هناوت في في المنطقة دي. اه? وطبعا اللي جنبها. يبقى المنطقة انا عندي هنا هو دية الفا. دية الفا. يهمني دية الفا. ودية بتا. وطبعا دية هتبقى آآ بتا زيها. ودية الفا زيها. يبقى الستيريو كيمسي دول مع دول مع كوسين. لاثنين دولات زي بعض. والاثنين دول زي بعض. الاتش اللي في البوزيشن تمانية ده. برضو لانها برضو الحتة دي زي دي لاندي المكان ده آآ آآ اسيمتريك. والمكان ده اصبح آآ آآ اسيمتريك كارب. ودية اسيمتريك وده اسيمتريك. فبالتالي الاستيريو كيمسي هنا وهنا آآ مختلفين. بنقول ان الكونين ليفوروتاتوري. والكونين ديكستروروتاتوري. ديكستروروتاتوري. طيب معلومة قلناها زمان في المقدمة ان الكونين صالفيت ما بيدوبش في المية. عشان نخلها دقيقة شوية نقول الكونين مونو صالفيت ما بيدوبش في المية. ونيوترال. ونضيف ان هو نيوترال. الكونين باي صالفيت اسيدك وبيدوب في المية. انا عندي هنا النيتروجينا وهنا النيتروجينا. لو حطيت سلفوريك اسيد على الكونين بكمية صغيرة بيكون لي مونو صالفيت. دي ولا دي اللي هتتفاعل الاول دي. مين اللي مور بيزيك دي ولا دي? دي. النيتروجينا دي اللي مور بيزيك عن النيتروجينا دي. لان دي في اروماتيك سيستم. دي في اروماتيك سيستم. فبالتالي بيديني مونو صالفيت هتبقى هنا. الصالفيت هتبقى هنا. الصالفيت هتبقى هنا. يبقى ده نيوترال. يبقى تقريبا نيوترال. اللي عندي البي صالفيت هيبقى يبقى اه اه واحدة هنا وواحدة هنا هيبقى اسيدك. اسيدك ليه? دي هتبقى مقفولة بصالفوريك اسيد. ودي مقفولة بصلفيت ودي صلفيت لما في المية بيحصل تميؤ يحصل بارشيل هيدوريوسيز او تميؤ الاقي السلفوريك اسيد اينز موجودة في السليوشن والاينز بتاعت النيتروجينا او اللون بيرا وليكتون موجودة البازيستي بتاعة دولت اقل من الاسيدي بتاع السلفوريك اسيد السلفوريك اسيد بيبقى سلايتلي اسيدك شباب بتالي بيبقى السليوشن على بعضيه هيبقى سلايتلي اسيدك هيبقى سلايتلي اسيدك انسليوشن يبقى الكلام ده لازم احطه في الاعتبار عشان اما اجي افصل الكنين من الكنيدين او افصل الكنين الكنين عايز افصله اعمله مونو صلفيت يقوم يترسب من المية ما يدوبشي في المية بتاعنا هنبص عليه نظرة كده ادي الكنين نبص على الكنين هشوف الحتة دي بتيجي منين والحتة دي بتيجي منين والكلام ده كله بالراحة كده اتأمل اشوف بنقول بايس انسيتك البسوية عملوا ليبولنج 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 ليه اه تريبتوفان الامينو اسيد تريبتوفان لما اجي بص على ده كده ده 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 جاي منين لو حطيت ايدي على على فتحت من هنا كده يبقى ادي فنيل واحد اتنين تلاتة او ده شكل ينفع يجي من فنيل الانين نظريا سهل ان هو يجي من فنيل الانين اه عمليا استعملوا تريبتوفان مالقو يعني وا 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 استعملوا فنيل الانين ليبولد وتوصلوا الى ان الحتة دي المنشأ بتاعها من تريبتوفان مش من فنيل الانين جابوا اه جابوا تريبتوفان وعملوا انكوربوريشن عملوا هي تليبولد كاربون هنا وجدوا الليبولد كاربون موجودة هنا هو اهي في الموليكول ظهرت في الموليكول في الاخر بينما عملوا الكلام ده في في الفنيل الانين ما خرجش عندي ليبولد كاربون في في الاستراكشر فقالوا لأ ده يبقى فعلاً البيوسنسز هنا فالتفسير بتاعنا ايه قالوا ان في عندي الجزء ده هو تليدت تريبتوفان لو بصيت عليه كده تريبتوفان نيوكولس اقطع من هنا كده لو جيت اقطع من المكان من المكان ده كده نقطع من هذا المكان ادي نقطع من الحتة دي كده وليج يقطع من الحتة دي كده ويقطع من الحتة دي كده تهو ده اقتربته فان فان شبك في مونوتربين بورشن وتامونوتربين سي عشر سي عشر يونط قالوا ان اجيب لسي عشر يونط المركبätze المركب اللي بيديني سي عشر ده اسمه سيكوليجوانين سيكو يعني مفتوح كلمة سيكو في الكيميا يعني مفتوح سيكولوجانين لو بصيت عليه كده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة كاربون عشرة كاربون طبعا مش حطيتها هنا في المكان ده حطيت لي بس الكاربون فالجزء ده بيجي يدخل لي في هذا المكان اهو بنفس الشكل ويقفل مع ويقفل هذا المكان ويقفل بالشكل ده يبقى اصبح زي ما هي موجودة هنا ادياني حاجة بهذا الشكل اسمه كورنانسين كورينانثين 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 او كورينانثين دريفاتيب بيحصل ايه للكورنانثين ده بيحصل له نشوف كده حصل ايه اتفتحت من هنا وتفتحت من هنا يعني حصل كسر بعد ما كون دي الاول بعد كده حصل كسر في هذا المكان وكسر في هذا المكان بعد كده حصل ايه الست دي لفت جت هنا شبكة في النيتروجينا يعني دي الو ايش دي لفت وجت شبكة هنا ماشي وبعد كده الكاربونة دي اصبحت هي اللي في النص اللي بقى فيها الاسمتريك كاربون حصل لها هيدروكسيليشن حصل لها هيدروكسيليشن حصل لها هيدروكسيليشن وبعدين الصيدة شين اللي هنا ديت فيه منين الصيدة شين اهي اللي هي موجودة ده ايه دي الصيدة شين اللي كانت اه اه متدلية برا كده اهي لسه مازالت موجودة يبقى حصل قط هنا وقط هنا ديت لفت هنا وديت اصبحت السيمتريك بعد كده افلت الحتة دي على رينج سوداسية ورينج سوداسية بدل قماسية تحولت البيوروليدين الى الى بيريدين رينج لو جينا نبص نظرة عامة يعني الاتنين اخوات بعض قادة تريبتوفان ممكن يتحول للتريبتامين يحصل وبعد كده يخش معاه المونوتربين بورشن يخش معاه المونوتربين ويديني بتاعي بعد كده يقطع زي ما قلنا من هنا وديت تيجي هنا وديت تطلع برا ويديني السلسلة من المركبات اللي هي الكونين والكونيدين والسينكونين والسينكونيدين يبقى الفكرة عندي اللي انا عايز اطلع منه هنا ان الكنين والكنيدين والسينكونين والسينكونين الامينواصد بتاعهم اسمه ايه؟ تريبتوفان درايف دي من امينواصد تريبتوفان الجملة التانية ان هم انكربوريتد مع Felipe تريبتوفان ده مونوتربين مونوتربين مايتي مونوتربين مايتي عشان كده بتقولونهم مونوتربين تريبتوفان reaction مع بعض يوم او تفاعل او اتحاد يوني مع بعض يوم بيحصل انكوربوريشن للمونوتربين مع التريبتوفان عشان يديني السينكونة الكالوفيد الكميكال تست الكميكال تست ان شاء الله يعني اذا امكن نبقى نشوفهم او نشوف ظروفنا ايه في العملي عندي الفلورسنس تست المركبات دي بتعمل بتعمل بلو فلورسنس بلو فلورسنس مع الاكسجينيتد اسد يعني اجيب السولت بتاعي السولت بتاع الكنين او الالكالويد دوت وادوابه في او اكسجينيتد اسد اكسجينيتد زي الاسيتيك اسد زي السلفوريك اسد زي النيتريك اسد زي الفسفوريك اسد حتى مش مذكريني انا انه فيهم اوكشن بيدي بيدي طبعا فلورسنس حتى لو كانت كونسنتريشن قليل يعني تست حساز جدا لو كونسنتريشن قليل بيدي بلو فلوريسنس بلو فلوريسنس وطبعا اخد بالي ان الهايدرو برومايد الهايدرو ايضايد كل الحاجات اللي ما فيش فيها اه اوكشن مش هتدي فلوريسنس عشان كده ممكن بقى هنا سؤال جميل قوي ممكن مش موجود في الكتب ولا موجود في اه اشوف لو عندي اه لو عندي اه كنين صالفيت كنين صالفيت كنين صالفيت اللي هو باي صالفيت اللي هو باي صالفايد اللي هو اللي بيدوب في المية ويه اه كنين دين هايدرو كلورايد او اقلبها كنين صالفيت عندي كنين دين صالفيت اللي هو فيه اكسجينات الاسد وعندي كنين هايدرو كلورايد اللي اتنين بيدوبوا في المية كنين هايدرو كلورايد يبقى اقدر اعمل افرقه من بعض ازاي دساطة يبقى تست بسيط خالص إن أنا دوب ده في المية ودوب ده في المية يبقى الكنين هايدروكلوريد أدوبه في المية في شوية مية في أمبوبر تستي تيوب والكنيدين صالفيد أدوبه في مية بس كده ما فيش تستي تاني Just dissolve in water في مليليتر of water في تستي تيوب shake و look أو look for the fluorescence هنلاقي فيه اللي فيها الكنيدين صالفيد هتدي بلو فلورسنس والكنين هايدروكلوريد ما بيديش بلو فلورسنس في المية يبقى أكني عملتهم إيه في الحالة دي أكني حطيت على واحد اكسجينيتد أسد والتاني ما فيش فيه اكسجينيتد أسد يبقى أني مجرد إن أنا دوبت السلط في المية بس هادي تستي بتاعي يبقى تستي بسيط أوب بناء على هذه الفكرة الحاجة اللي بعد كده الثالوكين تستي الثالوكين تست الثالوكين تست بنقول إنه هنه بنجيب وكل أسيدك سيليوشن للكنين سولت أو كينيدين سولت بنحط فيو دروبس من البرومين يبقى بنحط نقطتين HCL مثلا على المحلول وبعد كده نحط برومين ووتر بنحط بعد كده امونيا سيليوشن ايدي امارلت جرين كالر يبقى برومين ووتر على الأسيدك سيليوشن امونيا بيديني امارلد Gill امارلد Green Color امارلد個人 Color امارلد جرين Color بنقول اللون ده هو بيسموه ثالوكين اللون ده بيسموه نتيجة مادة بتخرج باسمكه ثالوكين ثالوكين الكميكا بتاع ها ما حدش عمله او هو تعرف لكن واضح ان المعلومات قديمة شوية. مش لازم مش مجالنا هذا ان احنا نتطرق الازم. المهم ان التست ده ممكن يقسلي خمسة من الف في المية. التركيز خمسة من الف في المية. يعني عندي حاجة بسيطة قوي. خمسة ميلي جرام في اللتر تديني الحدوتة دي كلها. الكندين gives also positive response وزيس يبقى الكنين والكندين. لكن التست مش sensitive او مش positive مع السينكونين والسينكوندين. يبقى المسؤول عنه ايه? الشاطر يقول المسؤول عن التست ايه? يبقى الصيدة شين اللي عندي الفرق بين الكنين والكندين والسينكونين والسينكوندين. الـ متوكسي الـ Oh missile. القوميل جروب. القوميل واحد فيه اه اه. ميسايل ميزوكسي الـ oh missile وشنكوندين والسينكونين مفيش فيديم موزوكس يبقى الميزوكسي غالبا هي المسؤولة عن اه. التكوين هذا الرأكشن. اه. الاستعمالات بتاعت السينكونة القلوق بنقول polls. استعمالات السينكوندين من قديم الازل تعرفت اصلا اول ما تعرفت في الحرب العالمية اعتقد الاولى والحاجات زي كده اا كانوا بيحاربوا في في مستنقعات في شرق اسيا او في حتة هذا القبيل فلقوا الشجرة كان بيجي لهم فيفر وبيجي لهم عندهم في النموس والحاجات البعوض اللي بيقرصهم وبيعلقوا حاجات كتيرة المهم كانوا بيجي لهم فيفر وسخونية ورعشة وحاجات من هذا القبيل وهم شربوا الجزء الاشر بتاع الشجرة ديت وكده فكانوا بيطيبوا وخفوا الجنود فبالتالي كانت هي الالهام لاكتشاف هزي السلسلة من المركبات يبقى جاي باي شانس يعني بالصدفة اا بنقول ان الكنين صالفيت الكنين صالفيت بيستعمل في او ممكن علاج بلازموديم اللي هو البلازموديم طفيل المالاريا نفسو بلازموديم للي هو طفيل المالاريا اا المالاريا دي من البروتوزوه زيها زي الاميبة خدنا الاميبة قبل كده وخدنا حاجة Antiprotot positivo Antipot فانا عندي هنا المالاريا بروتوزوة بروتوزوة فنقول انتي بروتوزوة انتي بروتوزوة انتي بروتوزوة برضو الكنين نفسه زي النبتة النبتة اصلا بيستعمل الكينة مرة وفتحة للشاهية مرة فتحة للشاهية مرة في اوروبا وشفت انا انك في دولنا بعربية زمان كان فيه مية اسمها . بالطونك دي بتبقى فيها تركيز خفيف اوي من الكنين صلفية محلول خفيف اوي اوي يدي مرارة خفيفة يديو او فتح للشاهية اوي تبقى حاجة متر طانك بتبقى سميه بيدر طانيك بتر استماشك او ممكن تبقى حاجة التانية، مش مهمة عندك المهم عندي كمان موجودة في تركيبات الشعر بروموت الهيرجورث الالكالويد ده زائد واحد تاني اسمه البايلوكاربين البايلوكاربين والكوينين بروموت الهيرجورث يبقى البروموت الهيرجورث عندي الكوينين والبايلوكاربين هناخد البايلوكاربين البايلوكاربين والكوينين ألاقيهم في تركيبات الشعر عشان بينمي بصيلات الشعر ويساعد على نمو الشعر الحاجة اللي بعد كده الكوينيدين الكوينيدين بيستعمل بسميه منظم لضربات القلب ساعد بيسموه بيبطأ القلب شوية بيبطأ الضربات القلب كاردك ديبريسيك بيعمل الاا proving الاطريال بالثمين التي بيبطأها ال放بط الجرم والventricular tachycardia الأتريال اللي هو عندي الفايبراليشن اللي بتحصل فيه الأتريام أو الفنتريكل الفنتريكل كل الحاجات دي بيزبط لي ضربات القلب بيزبط لي ضربات القلب بيقلل الكاردك اكسايتابيليتي بيقلل الكوندكشن فيلوستي ويقلل الكونتريكتيليتي طيب التيرم اللي بعد كده حاجة اسمها توتاكين توتاكين هي توتل 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 كنين أو توتل الكالويدز اللي هم الكينين والكيوندين واخواته توتاكين وكيوندين واخواته توتاكين 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 دولة عبارة عن ايه بتوع الشنكونة بيحتوي على سبعة في المية اتناشر في المية ماشي لا يقل عن سبعة ولا يزيد على اتناشر ويقول ان هي تحتوي على سبعين توتاكين وتستعمل ايه الاستعمالات العادية انتي مالاريا ولكنها ما تستعملش للقلب لا تستعمل كاكاردياك دي بريسنت لا تستعمل ليه لاني بتستعمل شعب بتستعمل بايه قرات كبيرة بتستعمل دوس 600 ميلي جرام بتستعمل بدوس كبيرة فبالتاعدي لا تستعمل كاردياك دي بريسن بكرفل ان انت تستعملها كاردياك دي بريسن بيبقى التوتاكين مايدليني انتي مالوريا وشوية كلد ولا حاجة انتي مالوريا التوتاكين استعمالها انتي مالوريا وقدو ان الناس لتستعمل السينكونة لفترة طويلة لفترات طويلة بتعمل حاجة اسمه أو الكونينزم 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 اللي هو مرض السنكونة أو مرض استعمال الكونين بيقول الكلام ده ممكن حتى بيستعمال الدوجز العادية بس بيستعمالها فترة طويلة ل limeade وطبعا لو دوجز كبيرة هتعمل هذا السنكونيزم اخطر ما في السنكونة انه بتأثر على السمع باختصار كده بتعمل في الودن كل الحتة دي بتعمل الكونين واخواته بيعملوا يحصل 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 في الودان بلار ديفيجن امبيرد هيرينج كونفيوجن هيرينج لوس ايوه هيرك ابدمين البين راش ديسفوريا نونسيا فوميتينج ديارية كل الحاجات دي رينجينج في الير كل دي علامات التوكسيستي بتاعتها وشايفين كلها بتتمحور مين لي حوالين الودان بتتمحور مين لي حوالين الازن هزي السيومبي تومز بنقول نتيجة الاستعمال المستمر للسينكونة او الكونين نفسه او المنتجات بتاعت السينكونة او اي حاجة فيها الكونين واخواته فبنقول عليها سينكونيزم سينكونيزم السلايد ده مكرر يمكن الرسومات دي مرسومة بشكل اخر للتأمل برضو عشان عينينا تاخد عليه اما ييجي ما نستغربش والتست مشروح يمكن بتفاصيل اكتر او بنفس يعني الى حد الماء الحاجة اللي بعد كده عندي اضافة برضو استسلايز ده مكرر ولكن العادة فيها افادة فانا بقول الكونين اللي انا هضيفه هو 에게 انتي مالاريا الانتما لواحد بونت سكس كونيدين صالفير ديلي السينكونين والسينكونيدين استعمالهم الرئيسي ممكن يبقى أنا الجسك وأنتي انفلاماتوري السينكونين والسينكونيدين استعمالهم الرئيسي أنا الجسك وأنتي انفلاماتوري يعني دولة ما همش انتي مالاريا لا دولة ما همش لهم كاردياك اكتيبيتي لا ماشي إنما هم انتي انفلاماتوري منفعه كمسكن ومضاد للاتهبات او مسكن لبعض الالام كميلد انالجيسي ونقول له اتركوا شكرا 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 وبرك الله فيكم تانكيو تانكيو تانكيو